نيجي الموضوع تاني في قناة الاهلي الناس دلوقتي بتسأل من كتر اللي بيحصل هو ايه اللي بيحصل ايه الجماعة الناس كلها جاعة تتكلم وقاعة تكتب مرتب دا ومرتب دا ومرتب دا ومرتب دا والجماهير مظلومة او الله العظيم الجماهير مظلومة وتسريبات رهيبة جدا دا بياخد كذا ودا بياخد كذا ومواضيع يعني كان اخرها مزلسل النسبي ان الازمة اللي حصلة ما بين شريف فؤاد المتحدث الرسمي وما بين شركة لايف وشركة استادات وان شريف فؤاد بياخد 35 الف جنيه وان زوجته الفاضلة بتاخد 17 الف جنيه ومحدش يعرف انا حاجة وما بتروح في الشركة واني عندما سئل شريف فؤاد قال اني مرتب ال 35 أولي وقالوا لي عن عين مرتب ب17 علشان نكمل لك بقي المرتب والناس بتسأل يا جماعة هو ايهاب الخطيب اهلاوي ولا زمالكاوي سؤال والناس قاعدة تقول طب ما هو زكان اهلاوي والناس قاعدة تقول ما ننساش انه هو شتم الخطيب في يوم من الايام وما ننساش انه عمل في يوم من الايام وما ننساش انه قال وايه اللي انحضر اللي في القناة ده وايه المفاجآت دي وكانوا مصورين لجمهور النادي الاهلي ان القناة يعني حاجة يعني فجأة الجمهور انتفض قال لك يا جماعة المحتوى تعبان وبرنامج البيت الكبير مكسادد قصاد خالد الغندور والدنيا بيزة فجاء اسلام الشاطر بيعمل اصلاح فالدنيا خربانة وحرب ضد اسلام الشاطر طب ليه ليه بدل بيعمل اصلاح ليه الحرب ليه ليه لبي النهاردة بيحارب اسلام الشاطر بشراسة وبيحارب مورغان العميد محمد مورغان واستداد بشراسة وانتو عارفين العميد محمد مورغان من محبي وعشاق الناج الاهلي وليه راسادير مع الاهلوية وما فيش حد يقدر ينال من محمد مورغان ما فيش حد يقدر ينال من محمد مورغان ولكن الاشاعات اللي قاعدة تتعمل على مورغان وعلى إسلام كلها في الأوامطة وعلى كل كده أنا تكلمت النهاردة مش دفاعا عن إسلام الشاطر وعلى محمد مورجان علشان أقول للوبي ده أنا مش عايز أتكلم عليكم دلوقتي بس احترس وكل واحد يلم نفسه وأنا بس أل سؤال الأستاذ عمد يوسف شغالي في قناة الأهلي ومرتبه كام بدان أنتوا بتعويقوا إسلام الشاطر ومش عايزين تخلوا قناة الأهلي تكسر الدنيا لا كل الجمهور بيقول لك كلنا إسلام الشاطر وأنا بس أل بس سؤال عمد يوسف شغالي في قناة الأهلي بتعويقه وبيعمل إيه وبياخد كام إهاب الخطيب بيعمل إيه وبياخد كام وناس كتيرة جدا موجودة على الورق وغير متواجدة في الشقة في العمل وملف كبير جدا جدا أنا أقوله أستاذ أحمد بيقول لك أستاذ أحمد أباصة بيقول لك محمد مرجان وتد والناس كلها مع إسلام الشاطر ومحمد مرجان واللي عيخوض المعركة دي عيخسرها قدام إسلام الشاطر ومحمد مرجان فخلي بالك من اللي جاي لأن اللي جاي صعب إحنا مع الأسفلاح ومع إن القناة تكسر الدنيا ولكن مهلا الأهلي أولاين يا محمد يا جابري 35 ألف جنيه 35 ألف جنيه الأستاذ شريف فؤاد مش مشكلة يا عم الله يبريك له أنا بسأل ليه الأرقام دي بتطلع دلوقتي ليه أهو محمد القبر بيقول لك ليك حق تفيه 17 مليون سكرتير أو 17 مليون موظف والمردود ما عقبش الجمهور وإسلام الشاطر اللي يكون فؤونه وشركة استادات اللي يكون فؤونها وتحية لسيف الوزيري ومحمد مورجان وإسلام الشاطر ادعموهم وسندوهم بقوة لأنهم عايزين قناة الأهلي تكسر الدنيا مش هتكلم أكتر من كده النهارة في قناة الأهلي بس أعتقد رسلتي وصلت ومش عايزة تكلم في تفاصيل أكتر من كده